لا نزار قباني لوت أحين في آخر إلى الآن يبيعون يبيعون طبعا يبيعون علشان تذا راح سوا دار نشر وكان يعني خفف من وجه على الرأس طبعا أنت متخصصة في نزار قباني علشان تذا شو رايك في الموضوع أستاذ هذه الظواهر يعني أنا يبدو لهذه الظواهر يجب أن ينظر لها من منظورين يعني هذا الاعتقادي الخاص المنظور الأول تأمل هذه الحساسية لأنه أنا أشعر أنه فيه نوع من نوع من الحساسية التي تريد أن تقول شيئا نعم ما قيمة هذا الشيء هذا مثال نقاش لكن فيه حساسية ما تحديدا نسوية يعني تريد أن تعبر على مظهر مجتمعي صحيح قمعي موجود في المجتمع العربي يجب أن لا ننفيه يعني فيما يتعلق بالقبع المرع بس لحظة واحدة يعني لكن تحويل الأمر إلى جانب سلعة إلى آخره هذا في الحقيقة لا يقتل فقط النص ولو أن النص فيه وجهة إعلامية عليه كثيرة ولكن كم ستدوم هذه الوجهة الإعلامية إذا لم يكن نص مؤسس على حقائق موضوعية تستمر سنة وقل لك شوفي كل هذه التجارب وسنرى إذا العمر طال بعد خمس سنة عشر سنوات كم سيبقى من هذه التجارب لأن الإعلام الشيء اللي غير مؤسس قصد الإبداع نفسه ما فيه شيء إبداعية يجي فترة وين يعوض بغيره يعني اللي يلمع أكثر وينسى الترف الأول ولنها في التجارب يعني نشوف الوجوه اللي تلقات يعني دعاية كبيرة فيما بعد كم بقية منها يعني هل بقية شيء؟ لا أعتقد بالنسبة للرواية العربية والترجمة من ينشر الروايات العربية اليوم؟ يعني الغرب اليوم خصوصا بعد وقاء سبتمبر 2001 الآخر يريد أن يقرأنا بطريقة يعني كما يشتهيها طبعا كما يشتهيها ويهتمون أكثر اليوم بالعالم الإسلامي والعالم العربي بعد هذه الأحداث اللي صارت لكن المشكلة أنه فوق رفوف المكتبات عندنا ما يخص الإرهاب يعني نصوص بعيدة كل البعد عن الجوهر العميق الإبداعي اللي عندنا في الوطن العربي فش رأيكم بهذا الموضوع الرواية العربية ووصولها للآخر نحن طبعا في الوطن العربي عندنا يعني سياسة الترجمة أو حركة الترجمة ضعيفة وهزيرة جدا يعني حتى باعترافات منظمة اليونسكو يعني يكفي أن يقولون مثلا إسبانيا في سنة ما تترجمة في سنة إلى اللغة الإسبانية تقريبا من ما ترجمنا من المأمون من أيام دار الحكمة صحيح صحيح وهذا رقم مخيف اللي طلعتها اليونسكو يعني أتمنى الآن في مشروع يقوم في أبوظبي اللي هي كلمة اسمها نعم الكلمة إن شاء الله يعني يكون يعني يدفع بالكتب ترجمة من إلى المكتبة العربية ومن المكتبة العربية نعم وماذا نتمنى أيضا من مبادرة الشيخ محمد بن راشد المكتوم عشر مليار دولار للمعرفة والبحث العلمي وأيضا الترجمة ما رأيك بهذا؟ أنا أود إلى الترجمة لأنه فعلا المشكلة العصيب وأساسي لأنه وجهنا نحو الآخر هو النصر الأدبي نعم وتحديدا الرواية لأنه في المجال النقدي وفي المجال الفكري ما يزال الوطن العربي في حالة تخلف وحالة صحيح حالة قهقر لكن في المجال الرواية يمكن أو حتى في المجال الشعري يعني من خلال بعض النماذج يمكن أن يفرض نفسه خارج الحدود أنا أؤرخ الاهتمام الأوروبي بالظاهرة الأدبية العربية في الحقيقة ليس فقط محدد السبتمبر ولكن من حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل تغيرت الرؤية إلى العرب أن هؤلاء الناس يعني الذين لم يكن ينظر لهم نظرة إيجابية يستطيعون أن يحصلوا على جائزة نوبل على الرغم من أنهم في الكثير من نماذجها يستحقون هذه الجائزة وقعا قيلة في حدث سبتمبر أن الرؤية تغيرت معنى أن الرؤية التي كانت إيجابية بوصول نجيب محفوظ إلى جائزة نوبل أصبحت رؤية سلبية للإنسان العربي والمسلم أصبح ينظر له تقريبا كإرهاب يعني تقريبا في مجمل النصوص باستثناء طبعا الناس الواعيين الذين يعرفون الوطن العربي والذين لا يحملون رؤية مسبقة أو حقدا مسبقا يعني تجاه الوطن العربي ما تزال نصوصهم تقول أن العرب هم أسوأ من يروج لأدبهم وثقافتهم شوفي مثلا في كل البلدان ولا أسمي يعني حتى لا أحرش في بلدان صغيرة يعني لا تذكر ومع ذلك فيه تمويل لأدبها خارج حدودها يعني بالنسبة للترجمات العرب اسألي إذا أردت أن تعرف في وضع الترجمة العربية يسألي المترجمين الأجانب روحي لإيطاليا ألمانيا الأمريكا إلى آخره اللوندر وأسألي المستعربين كما يسمون الذين يهتمون بالثقافة العربية هي عمل هوات شخصي أنه شخص يذهب نحو الكتاب وإلا لن تكون فيه ترجمة فيه مؤسسة كبيرة التي هي محد العالم العربي بفرس المفترض أنها تقوم بهذه الوظيفة فهي لا تقوم بهذه الوظيفة فيه شخص واحد يوصل لأدب العربي باتجاه اللغة الفرنسية ولما يروح هذا الشخص يجوز أنه يجي شخص آخر غير مهتم بالكتاب ولهذا أنه لا يوجد من وراء ذلك نظام لا يوجد من وراء ذلك تفكير مؤسسات بدون ذلك لا يمكن أن تتحرك معهد العالم العربي كان كواجهة عربية جميلة ومؤسسة ممكن يعني فرنسا دفعت فيها الكثير على أساس خلق المثاقفة والتلاقح الثقافي العربي لكن للأسف الدول العربية كان يمنون على هذا المعهد من المال ويقترون عليه وبعضهم تمضي سنوات وما يدفعون الميزانيات المفروضة حتى تأثرت قطواته نعم هل نحن متفائلين ممكن نقول بخصوص التعاون في مثل هذه الحركة حركة الترجمة التعاون بيننا وبين الآخر والتعاون أيضا يمكن التعاون داخل خريطتنا يعني بين الممكن نقول المؤسسات والمبدع العربي والمترجم والناشر ممكن كيف ممكن نوظف هذا التعاون في ظل هذه المبادرة نوقف عندها أنا أعتقد إذا كانت العلائق واضحة وفي مؤسسة كبيرة حرفية سننجح وإلا سنظل نركض وراء الأشياء بمفردنا إن وصلتنا الخطأ إلى النجاح وإلى بر الأمان كنا من الفائزين وإلا أصبحنا من الخاسرين النادمين أنا أتسوى طبعا أن أي مؤسسة تأتي تدافع المعرفة في الوطن العربية مكسب كبير بصراحة لأنه نقول الآن أصبحنا ندافع على شيء يستحق أن ندافع عنه وهي مسألة تنوير مسألة تحرير التفكير إلى آخره لكن في مثل هذه القضايا وهي قضايا مهمة وكبرى يجب أن نتأمل شيئين المال الذي هو أساسي في مثل هذه الأمور لأنه لا يمكن أن تحرك آلية المعرفة فقط بالدعوة الطيبة هذا لا يمشي في عالم معقد إلا بالتمويل الكامل دائما نقول هذا الجملة وجدي لكن بالمقابل نهاية هذه الأموال ما هو نتاجها ولهذا أنت بدك تراقب المسار اللي في الوسط لأن أخطر شيء ليس في المال وليس في النتيجة هو دورة هذا المال هل سيصل إلى تحقيق ما يرجى منه أو لا يصل إلى تحقيق ما يرجى منه ولهذا أنه الاستراتيجية والبحث والتأمل واختيار الناس الأكفاء مثلا بالنسبة لمشروع مثل هذا أمر مهم جدا يعني ما الذي فعلته الدراما بالرواية العربية والله هذه أعتقد نقطة أساسية أنا أتصور سينما أنا أتكلم عن السينما ما أتكلم عن التلفزيون سينما أعتقد خاصة روايات نجيب محفوظ لأن كانت في الأساس في مؤسسة سينمائية تدعمها الحكومة وترعاها الحكومة طبعا نجيب محفوظ هو الرئيس لهفل فعمل مع مخرجين جيدين كما الشيخ طبعا هذه الثلاثية الثلاثية عملها للأسف كان بس هو عرف عن طريقها حسن الإمام ولكن كان حسن الإمام في أحسن حالاته في ذاك الوقت أعتقد أن السينما دائما تدفع بالعمل الرواي دائما نصير لو تدفعه أحيانا طبعا تشوها لأن إذا ما كان وعي هذه مسألة أخرى مثلا أيضا نقفز إلى أمريكا اللاتينية غارثيا ماركيز في الحب في زمن الكوليرا طبعا في روايات تتمنى لأنك شفتها وإنت تقرأها شفتها تماما شوفها فلم فإذا شفت فلم يعني ممكن تقول والله الكتاب أجمل الفيلم أحسن مثل حتى شفراد دافين لكن هذا الرواية الوحيدة التي كنت أتمنى أن أراها فيلم سينما جاي بالطريج أتمنى أن أراها بزخم الذي كتبه فيه نعم يمكن في رواية أخرى هي رواية قصة موت معلن نعم موت معلن هذا الذي أردت أن أقوله بالنسبة لقصة موت معلن نفس الشي يعني لكن المشكلة هو أنه إما أن الدراما ترقى إلى عمق النص لأن في النص فيه شبكة إذا ما يكون فيه ذكاء عند المخرج لا يستطيع أن يصير إلى عمقها وللأسف مثلا في قصة موت معلن تعرف أنت لا توجد حبكة في الحقيقة لأن القصة منذ البداية تقول لك أنه وقعت جريمة تتعلق بالشرف وأنه شخص التهم لن تبحث في الرواية عن منتهى هذه الرواية ستبحث في النظام الذي خلقه الكاتب لكي يصل بنا إلى هذه النهاية يعني هو يقودنا إلى هذا للأسف الفيلم وطبعا صعب يعني لازم مخرج قوي لم يستطيع أن يصور الحالة هذه بعمر يعني إن شاء الله رح نشوف رواية الأمير قريبا على السينما كما قرأنا عموما إحنا مشكلة الوقت يعني أزف وشاكرين لكم حضوركم معنا في الستوديو ونتواصل مشاهدي تلفزيون دبي في كل مكان مع أهل المعرفة وموضوع جديد في الأسبوع القادم معكم بروين حمي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر